في لوقة خمسة عدد عشرة بطرس لما الرب استعار منه القارب عشان يستخدمه كمانبر وبطرس كان جاي من رحلة صد فشلة طول الليل وخلاص بيغسلوا الشباك وما فيش سمكة جي الرب استعار المركب قال له الوعزة الجميلة وبعدين حاب يعني يكافئ بطرس فقال له ادخل لجوه ولقوا شباككم شباككم كلها هم كانوا كذا مركب مع بعض شباككم كلها فبطرس هل يعني انت أنا بتخيله وبيقول له الرب احنا صيادين قبرا عن جدا ده احنا ملوك الصد في بحر طبرية الصد بالشبكة بيبقى بالليل عشان أشعة الشمس بتخلي السمك يشوف خيوط الشبكة فيجري فالشبكة بالليل والنهار طلع وبعدين الصد بالشبكة يبقى عشط شوية ما يبقاش في العمق بقى لين انت اشعرفك بالسمك يعني انجاز التعبير انت نجار في النصرة خليك في شغلك واندي العيش للخبازين بس انت حلو واتقابلنا قبل كده في يحنى واحد وانت شخص حلو وحبيتك يا معلم يا معلم خطع ابنا الليل كله ولم نأخذ شيء لكن على كلمتك ارقي شبكة او قالك الشبكة ارقي شبكة ارقي شبكة ففوجي ان كمية السمك اللي امرت من رب السماء ابن الانسان المتسلط على سمك البحر السالك في سبل المياه الكثيرة بحسب مزمور تمانية كمية السمك ما لقيتش قدامها الا شبكة واحدة تزحمت دخل الشبكة ترحت ترشأت الشبكة شدوا السفينة كانت حتوعة وادرك بطرس انه مش في محضر المعلم في محضر ابن الانسان رب السماء خاف هيبت حضور الله وهو شخص ادرك انه انا فين وانت فين فخاف طبعا روحة هيبت حضور الله قالوا اخرج من سفينتي مش يا معلم اخرج من سفينتي يا رب جاءت الكلمة الجميلة ما تخافش لان رجل خاطئ اخرج من سفينتي لان انا خاطئ قالوا منع جايل للقطة هو انا بدور على الصلاحين يجيبهم منين الصلاحين فين الصلاحين دولة عشان يجيبهم رب جايلوا الخطة يجعلهم صلاحين قالوا ما تخافش ما تخافش انا عندي امكانية لان انا الرب ان احول الفشل الى نجاح احول الشبكة الفضية الى شبكة مليانة لا اكتر من كده دي الكلمة المهمة ان انا عندي امكانية ان اغير الحياة بجملتها أخلي صياد السمك الفاشل بتاع بحر طبرية يبقى بولس الرسول بتاعيوم الخمسين اللي رميت شبكة واحدة جاب 3000 دي إمكانيات الراب فما تخافش يعني أخي الفاضل إن كنت فاشلين مش ماشي معاك لا في شغلة ولا إن كنت خربت بيتك وضيعت عيالك ومراتك والماضي كله راح وحياتك تعبانة ما تخافش تعالى للمسيح لأنه عنده إمكانين يغير الحياة بجملاتها من أوله جديد هو ده المسيح والجدير بالذكر أنه تركوا السفينتين بالكامل وتبعوا الرب يسوع المسيح لأنه الرب يسوع قال لبطرس من الآن تصطاد الناس يعني الدعوة تبعته نفس المهنة صياد بس بدل ما تتصيد سمك راح تتصيد الناس ومثل ما شفناه في يوم الخمسين فعلاً في كل مرة فيه كتعزية وفيه تشجيع وفيه بركة لنا في مواضيع لا تخاف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر